تعالوا نروح ليه أخبارنا ومصدر في النادي الأهلي قال لرقم 10 أن علي معلول ظهير أيسر الفريق عنده أو بيبحث عن عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة الحالية لعب تلقى أرودا شفايا من بعض الأندية الخالجية اللعب رحب بيها معلول بيرغب في إنهاء مشواره مع النادي الأهلي في الفترة الحالية ويحاسس أنه المرحلة الحالية محتاجة للتجديد الدماء في الفريق وفي نفس الوقت وصلوا أرود خارجية خدوا بالكم علي معلول ودائما نقول كده أهمية علي معلول مش بس فنية في الملعب علي معلول عنده شخصية القائد علي معلول عنده روح النادي الأهلي علي معلول كان مهمة عشان حاجات كتير قوي بجانب طبعا إبداعاته الفنية واحد من أحسن المحترفين اللي جنب الدولي المصري اللي لم يكن أفضلهم بالمنافسة مع لعبين أو عظماء جنب الدولي المصري زي إمانويل زي فلافيو زي لعبين كتير قوي بس اللوح استهى بالاستمرارية وعدد سنوات اللعب والتأثير في البطلات ممكن تقول علي معلول الأفضل ولما بقول ممكن تقول علي معلول الأفضل ينحرك ممكن تشوف أي لعب أجنبي تاني هو الأفضل أنا دائما أتحدث بعيد عن الأهواء أو الأفكار على مستوى الأرقام والتأثير والاستمرارية في المستوى الجيد فعلي معلول قيمة كبيرة طيب لو راحل على النادي الأهلي دلوقتي الأهلي يخسر طبعا لو علي معلول راحل على النادي الأهل دلوقتي علي معلول يخسر طبعا بس في نقطة مهمة كده كده علي معلول العمر بيتقدم به والأهل لو يقدر يجيب لعب صغير في السن يستفيد منه ده ما سموش أنه زعلان من علي معلول أو بقى علي معلول لو علي معلول نفسه هو اللي جاله عرضي يعني متأكد الأهل مش أسح منهم يقول هيتم الاستغناء عن علي معلول مستحيل شخصية علي معلول ما تخليش الأهل يعمل كده معاه أداء علي معلول كمان ما تخليش الأهل يعمل كده معاه بس لو جاله عرض مغري الأهل يقدر يستفيد منه ملان وهو مبسط منه والأهل يقدر يعود علي معلول بلاعب تاني يبدأ معامل أول خالص من العشرينات فيبقى كل كده طلع كسبان ما حصلش ده يبقى علي معلول اللي هيكمل مع النادي الأهل دون أي مشاكل ودون أي تأثير على مستوى النادي الأهل عشان أكيد الأهل بيستفيد من علي معلول والعكس صحيح